نعم في هذا النقطة أستاذ الأسلحة البيضاء كيف يتعامل المشرع الجزائري مع الأسلحة البيضاء مع بائع الأسلحة البيضاء هذه تطرح إشكال كبير كبير نحن كثير من القضايا اللي يجيبوه من العدلات تلقى شاب صغير يتحكم في دار موشاجر راج بد موس يسألوا القاضي لا هز معك الموس يقولوا ندافع عليه على نفسي من ماذا تدافع عن نفسك حمل السلاح الأبيض الخروج من البيت وحمل السلاح أبيض هذا قارنة على أنك تنوي فعل جريمة معينة وإلا لحب يحتمي كين مصالح الأمن كين الدولة كين المؤسسات التعدولة هي التي تضمن الحماية أنتعك وحتى إذا كنت في موقف حرج لا تستعمل أسلحة البيضاء لأن استعمال أسلحة البيضاء يؤدي إلى نتائج جد وخيمة عن سؤالك هل حمل السلاح الأبيض يعاقب عليه القانون نعم يعاقب القانون على حمل سلاح أبيض حتى العصاء كي تزهف السيارة تاك العصاء كي تزهف السيارة ومعندهاش مبرر يقدروا يتابعوك بالقانون 97-06 اللي يتعلق بالأسلحة والذخيرة ويتابعوك بحيازة سلاح أبيض من الصين في السادس من الصين في السادس بالنسبة للباعة اللي بيعوا التجار اللي بيعوا هذا الأسلحة كيف يتعمل معهم المشاركة؟ إذا عنده سجل تجاري ما كان مشكل نعم إذا عنده سجل تجاري ما عندهش من المشكل وين نحن كيقرب عيد الأضحاء نلقوا كثير من الشباب ناصبين طاولات على الأرصفة ويبيعوا أسلساته هذه أسور ستكون في فقرة ظاهرة وقانون طيب سنعود إليها إلى حين إذن حمل السلاح الأبيض ممنوع نعم الآن إذا كنت جزارا أو بائع خضرة مثلا نعم أو تعمل في مثلا طلع طلع تحتاج الموج أو كهربائي نعم الأسلحة هذه إذا عندك ما يبررها إذا عندك رجيستر سجيل تجاري يثبت النشاط تاك نعم فمرخص لك أن تحمله في إطار النشاط التجاري تاك إما إذا استعملته خارج الإطار التجاري هنا يعاقبك القانون نعم هل ترى أستاذ أن تجديد العقوبات وحدها كفيلة لمحاربة هذه الظاهرة؟ هذه واحدة من خاصة أنها أضحت اليوم مرتبطة بعصبات الاتجارة ومخادرات وغيرها من الأفات الأخرى ولكن قبل ما نوصل للعقوبة يفترض كين أشياء أخرى نديرها أين دور الأسرة؟ توعية توعية التربية بالدرجة التربية والتوعية قبل العقوب اسمح لي ما نعرف شاطروني المشاهدين الكرام أو لهم كثير من العائلة حتى لا أقول كل كثير نعم تخلت عن واجب التربية قال أولد وطيش للشارع ربي كيف هالأم والأب تشوف في ولدها شاب صغير 17-18 سنة خارج من دار وحامل معها سكين ولا في الغرفة تعمل مخبي سيف وما تنهيش على المنكر ومن بعد كي يستعمل ولدها هذا كالسيف في مشاجرة في الخارج وتحكم عليه الآدالة بـ 15-18 سنة هذا تبرير تقول لك الدولة ظلمون هذا تبرير لا أحبيت أن أقول لك تدور الأسرة قبل أن نصل إلى العقوبة العقوبة هي آخر شي أنت أقول لها هل ترضع الرفع من العقوبة يرضع أم لا قبل ذلك نركزنا في كل في التنمية الاقتصادية في التنمية كذا ولكن لم نوجه اهتمامنا إلى تنمية الفكر البشري التربية الأسرة ليست قاعدة تلعب دور المدرسة ليست قاعدة تلعب دور إذن الأسرة ليست لديها ثقافة تبليغ في هذا الحال ما عندهاش تقول لك كيفاش نبلغ بولدي أنا وما تنهاش حتى على المنكر مش يتبليغ ما تنهاش على المنكر على بالها الغرفة تاع ولدها مخبي فيها المخدرات وإسلحة بيضاء وما تنهيش ما تهيش طيط رميهم نقول لك تخاف تقول لك خليه بني وكذا وقدر عارب يخاطي في الأمور هذه أو إحنا ليتنزلنا على الواجب بتاعنا التعامة التربية الأسرة تتحمل الباع الكبير ثم تأتي المدرسة ثم يأتي الحي بكري الجار كان عنده دور في التربية كي يلقاك البرة تلعب يقول يلقاك في الليل يقول يدخل الآن الجار معاك يقومها بدور يخاف على روحه المدرسة المسجد ثم في الأخير يأتي دور الأمن مصالح الأمنية في ردع هذا الجريمة والقضاء ليوقع العقوبة العقوبات الموجودة في هذا النص يعني مبدئيا مبدئيا مقبولة فقط عندي تحفظ شوية برك لأنه في مسألة أنه إذا أدت المشاجرة إلى وفاة شخص تكون العقوبة مؤبد ولماذا لا تكون الإعدام؟ مشاجرة تؤدي إلى وفاة في إطار عصابات الإحياء المتعمد النص القانون يقول يقول المؤبد لا احنا هذين مفروض يديروا الإعدام وليس المؤبد وليس المؤبد إذن من شأن رفع هذه القانون جديد بدأوا بهذه العقوبات لو كان يشوفوا مننا على عمي سلها في فكرة الإعدام الإعدام لا يطبق في الجزائر بالصح ما زال ما وصلنا منع منع عقوبة الإعدام القضاء جزائر لليوم لليوم يحكم بعقوبة الإعدام نعم فاستثناء عقوبة الإعدام من هذا النص يخرج عن ربما الإطار الآن مدام ما الغناش عقوبة الإعدام يفترض كل جريمة تؤدي إلى الوفاة النص عليها على عقوبة الإعدام ثم بعد القاضي هو ليقدر يشوف الظروف هل كان في حد دفاع سرع ولا هذين مسألات ترجع للقاضي إذن من شأن الرفع في العقوبات من شأن ذلك أن يرضع هذا الجريمة ولكن عامل وحده ما يكفيش وجب أن تكون هناك تربية وتمعية في المجتمع في الأسرة قبل ذلك في الشارع قبل أن نصل إلى الجريمة قبل أن نصل إلى إخراج الشاب مجرم أو يفوت بعد مراحل إذا وصل المرحلة الإجرام معناتها العائلة الأسرة فشلت ومضطلعة في هذا والمدرسة فشلت والمسجد فشل وجمعية الأحياة فشلت الحقنا المرحلة الأخيرة الردع المصير بتاعو الحبس تتصور معي 15 سنة ولكي تحارب هذه الظاهرة يجب تجد تشديد في العقوبة إذا وصلت لهذا المرحلة طبعا نحن نحب نبدأ بالوسائل الطربوية الطربية السع نعم وإذا ما نفعتش الطربية وكذا نشدد في العقوبات ترجمة نانسي قنقر